السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من السجن المحلي عين سباع كاشا إلى السجن المحلي سالة لأسباب وقائية ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان عائلة السجين المذكور الذي أسقطت قضيته عدد من المسؤولين المغاربة تعرضه لمحاولة قتل وهي المزاعم التي نفتها إدارة السجن المحلي وقالت المؤسسة السجنية ردا على ذلك أنه لم يسبق لسجين المذكور أن تعرض لأي محاولة قتل أو اعتداء من أي كان وكل ما جاء من مزاعم بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة كما أكدت أن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية إلى إدارة المؤسسة بخصوص تعرضه لأي محاولة قتل أو اعتداء مزعوم علما أنه يستفيد من جميع الحقوق المخولة له قانونا شأنه في ذلك شأن بقية نزل المؤسسة وقبل أشهر فجر البارون المالي وهو أحد أباطرة المخدرات فضيحة مدوية بعدما قرر فضح أسماء شركائه في عمليات بيع المخدرات وضمنهم مسؤولين مغاربة وقياديين في أحزاب مغربية ترجمة نانسي قنقر